موسيقى السلام عليكم أحدثت ثورة المعلومات في الألفية الجديدة ثورة أيضا في واقع الناس واهتماماتهم بل وصل الأمر إلى تغيير عميق في شخصية الناس وفي مقدمهم فئة الشباب الذين حملوا خصائص وسمات جديدة تختلف عما كان عليه أسلافهم في مرحلة الشباب يستوي في ذلك الغربيون والشرقيون مع فارق الخصوصية المجتمعية في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نصلت الضوء على واقع الشباب إجمالا والخصائص النفسية والذهنية المتولدة عن ثورة المعلومات التي شهدها العالم كما نتحدث عن مدى تأثر الشباب العربي بما يحصل في صفوف الشباب العالمي وبخصائصه الجديدة ثم ننتقل إلى الحديث عن ثقافة العمل الناشئة عن السمات الحادثة لجيل الألفية الجديدة العربي يبدأ حديثنا بعد متباعة التقرير التالي جزاته المعرفية والتكنولوجية تتواصل عملية تأثير وتأثر متبادلة إذ تتراكم المعرفة الإنسانية ويتقدم الإنسان ويخترع المزيد من الأدوات التكنولوجية التي بدورها تؤثر بقوة في إسلوب الحياة والتفكير والعمل للأجيال اللاحقة ولعل ثورة المعلومات التي انطلقت بقوة مع بدايات القرن الجاري كان لها بالغ الأثر في إحداث ما يمكن وصفه بالثورة الإسلوبية في التفكير والعمل لدى الشباب في أنحاء العالم إذ تؤكد دراسات بحثية متخصصة أن شباب جيل الألفية لا يتعلقون كثيرا بالمؤسسات والتقاليد القديمة ولا يعملون فقط من أجل المال وإنما يرغبون في أن يكون لعملهم مغزى ولذلك فإن تحقيق الرضا الوظيفي لديهم لا يكون بتوفير بعض الخدمات الترفيهية من جانب المؤسسة وإنما يكون بتوفير الفرص التدريبية لتمكينهم من المزيد من النمو والتطور المهني والمعرفي وبالنظر إلى الشباب العربي فإنهم بلا شك يمثلون شريحة لا تنفصل عن الشباب في أنحاء العالم غير أن أثر الثورة المعلوماتية في بيئة العمل العربية ربما سيكون أكبر من مثيله في مناطق أخرى في ظل ما تؤكده إحصائيات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي من أن عدد الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 24 عاما يصل إلى ثلث عدد السكان بينما تبلغ النسبة العالمية أقل من 20% بحسب منظمة العمل الدولية كل ذلك يعني أن السنوات القليلة القادمة ستشهد كثافة عالية من أعداد الشباب في المنطقة العربية بما يمثله ذلك من تحديات تنموية وسياسية لأنظمة الحكم التي لا تزال تفكر وفق منظومة الفكر التقليدي بينما سيكون الشباب أكثر ارتباطا بوسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الأستاذ أحمد مولانا الباحث في منتدى العاصمة للدراسات السياسية والمجتمعية كما يشاركنا الحوار أيضا في الستوديو الأستاذ عرابي عرابي الباحث في الفلسفة أهلا بكم ماضيفية الكريمين نبدأ مع الأستاذ أحمد عندما نتحدث عن فئة الشباب عالمين على المستوى العالمي في أمريكا في أوروبا في الصين في اليابان في الهند إلى آخره هل ثمت اتفاق محدد عالمي عن الفئة التي يمكن حصرها فئة الأعمار التي يمكن حصرها ضمن فئة الشباب هل ثمت اتفاق على هذه الفئة بداية بسم الله الرحمن الرحيم أولا مرحبا بحضرتك فيما يتعلق بقضية توصيف المرحلة العمرية لما يسمى بجيل الألفية تحديدا أو الأجيال اللي ولدت في عصر الثورة المعلوماتية يوجد اختلاف هل يبدأ ذلك منذ الثمانينات منذ عام ثمانين باعتبر أن هؤلاء عندما كانوا في مرحلة الشباب في العشرينات بدأت الثورة المعلوماتية والتواصل مع شبكة الإنترنت أم الأصغر من ذلك ربما مثلا البعض يبدأ من عام خمسة وتسعين باعتبر هؤلاء يعني عصروا بعد الطفرة الكبيرة في الكمبيوترات اللوحية واستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي عن نت توجد خلاف حول هذا الأمر ولكن في النهاية الجميع يتطفق على أن ما يسمى بجيل الألفية أو الجيل الجديد أو في بعض التعبيرات الغربية ما يسمى جيل زد هو مرتبط بالثورة المعلوماتية وفق هذا المنظور يعني أن الأجيال تتأثر بطبيعة البيئة اللي نشأت فيها يعني الأجيال التي نشأت قديما في مجتمعات زراعية كان هناك سمت معين يرتبط بموسم الزرع والحصاد وكذا فهناك ارتبط بظروف بأي معينة ثم مع العمل الجانب الصناعي والعالم الصناعي والوفرة في الانتاج وكذا أيضا هذا أدى إلى التأثر بسمات معينة أما عثر الثورة المعلوماتية والعملات الرقمية هذا ما كنت أدعونا هذا طبعا عمل طفرة كبيرة وتأثر بالأي هذه الطفرة إلى أي مدى أحدثت نوعا من السمات الجديدة في نفسية الشباب عالميا أتحدث وإلى أي مدى هناك اختلاف بين جيل الشباب عالميا الآن ويعني ضربنا أمثلة عن أوروبا وأمريكا والصين واليابان والهند كونها دولة صناعية متقدمة وبشكل عام هي التي تحدد ملامح هذا العالم الذي نعيش فيه بسبب هذا الانتاج ما السمات الجديدة التي أنتجتها هذه الثورة المعلومات في هؤلاء الشباب؟ يعني قد تكون من أبرز السمات المل نحو التغيير بمعنى أن الأجيال الأكبر سنة هناك ميل لها نحو النمط التقليدي نحو النمط المرتبط بالقومية وبالهوية بينما الأجيال الأكثر شبابا أكثر ارتباطا بقضية الفعالية والتأثير وتميل أكثر للتغيير يعني هضرب مثال أو كنموذج مؤخرا كنت بكرة في كتاب برودس هذا الرجل كان نائب مستشار الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في أمريكا وكان كاتب خطبات أوباما هو مولود في عام 77 عندما عمل في حملة أوباما في عام 2007 تمهيدا اندخبات رئاسية كان عام 29 سنة ويقترب من الثلاثين أتت ثورات ربيع العربي وحدثت خلاف داخل إدارة أوباما حول الموقف من هذه الثورات هو يتحدث في مذكراته برودس أن الجيل الشاب في مجلس الأمن القومي وبما فيه برودس كان داعم لهذه الثورات أن هذا الشباب الذي يتحرك في العالم العربي هو يهدف للتغيير لتحسين حياته لتطويرها ينبغي أن نقف بجوارهم في حين أن روبرت جيتس وزير الدفاع وجو بايد النائب الرئيس وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية ومولي رئيس هيئة الأركان المشتركة كل الفريق الأكبر سنة كان مع دعم مبارك ودعم الاستقرار وأنها توجد علاقات لنا بهؤلاء أيضا عندما جاءت الثورة في سوريا نفس هذا الأمر كان موجود فريق الشباب كان يضغط من أجل أن يكون هناك تدخل لكبح جماح بشار في حين أن كبار السن لكن أين غياب المصالح استراتيجية لأمريكا هنا تقدم المسألة كما لو أنها فقط تميز بين الجيل الشباب الأمريكي وجيل الجيل الشاب كان يرى أن مصالح أمريكا ستوجد مع الأجيال الجديدة من الشباب في العالم العربي يمكن أن تصاني المصالح من خلال علاقة مشتركة وجسور تواصل معهم وكان يقوله نصا أن هذا هو اتجاه حركة التاريخ ينبغي أن نقف في الجانب الصحيح بينما الجيل الكبير كان يقول أنتم لا تفهمون شيئا أن مصالحنا مع هذه الأنظمة لنبغي أن نقدم الاستقرار على غير ذلك ولذلك مركز زيراندو مرتبط بوزارة الدفاع الأمريكية قام بعد ذلك عمل دراسة ترجمة العربية عن جيل الألفية وأثروا عن الاستقرارات والإدارة الأمريكية في ظل صراع الأجيال الذي بدأ يظهر بين الكبار السن وبين الأجيال الشابة حاول اتخاذ المواقف طب حوالين ألماط العمل الكبار في السن لهم نمط من العمل التقليدي والروتيني يعني الأجيال الأقدم تريد شيء تكون بكتابة عريضة وخطاب وترفعه المسؤول الأجيال الأحدث تتعامل مع الواتس أب ومع كذا طبعا المخابرات الأمريكية من باب كيفية توظيف هؤلاء الشباب كعملاء يعني كموظفين ولكي لا تفقدهم لصالح الكتاع الخاص نعم هو الدراسة عن هذه الأجيال داخل المؤسسة كيف نتلافى الإشكال والصدمات في الرأي واختلاف النظرة للأمور بين كبار السن لطبقة المديرين وبين الشباب بالأخص أن بعد 10-15 سنة هؤلاء الشباب هيكونوا هم قيادة هذه المؤسسات فبالتالي منهم نحو التغيير ورفض النمطية في العمل المؤسسي ده هيؤدي لحدوث مشاكل كيف يتجنبوها وكيف يقوموا بإعداد هذه المؤسسات لتفاهم ثقافة هذا الجيل الجديد من الشاب من الشباب الذي يميل للتغيير يميل للتشكك في المعلومات يميل للتواصل مع الشباب في العالم وفي الجانب أخر يميل لفكرة رفض المنظومات الاستبدالية ورفض الشكل السلطوي الذي يهيمن على سواء المؤسسات التي يعملون فيها أو حتى المجتمعات يعني قضية الميل إلى التغيير ثمت بعد آخر من يتحدث عنه من بعض الخبراء في قضية الشباب الجديد وهنا أسأل أستاذ عرابي يعني ثمت من يقول بعض الدراسات تتحدث عن أن الجيل الجديد الجيل الشباب الجديد في الدول الصناعية في الدول الكبرى صار أكثر فردية من ذي قبل بمعنى أنه ينظر إلى العالم من محور ذاته أنه يميل إلى تطوير قدراته إلى تطوير ذاته بمعزل عن الصالح العام هل ترى الأمر على هذا النحو أم أن الصورة بالضد من ذلك كل الشكر لكم أستاذ أحمد بداية هذه النقطة يجب أن ننظر إليها من ملمح أكثر تفكيكية الملمح هو أن دائما أن نسق الفكر الذي يبني الإنسان عليه ووجوده هو يعتمد إلى خبرات الجيل الذي يعيش فيه إلى خبرات البيئة التي يعيش فيها سواء هنا نظرنا إلى فكرة النسق بناء على رؤية غوستاف لوبون التحدي والاستجابة أو بناء على نظرية هيكل هي الجدلية التاريخية وتطور التاريخ بناء على التناقض الذي يبني نفسه بنفسه والتاريخ هو يطور من نفسه ثم يأتي تناقض آخر إذا رأينا إلى الأجيال القديمة وفككنا الفجوات الجيلية التي تحدث بين جيل وآخر سيظهر لدينا أنماط عديدة لكل جيل من الأجيال مثلا هناك جيل ما بعد الحرب يكون أكثر استنزفة أكثر يميل للأخذ بالتاريخ أكثر يميل للأخذ بأصوله الفكرية أكثر طبعا الجيل المخضر ما بين قبل الحرب وما بعد الحرب بينما الجيل الذي يندمج مع ثقافات ما بعد الحدث بين القوسين والجيل العصر الرقمي في نراه في أنماط تعليمه مختلف في أنماط تفكيري مختلف في أنماط حياته اليومية هو مختلف كثيرا عن الأنماط التي سبق ذلك أحد أهم مناطات أو مظاهر الاختلاف بين الجيل الحالي والجيل السابق هو أنه أخذ من بيئة هذا العصر سمات هذا العصر هو أنه عصر سائل كثير يعني عصر سائل عصر سريع عصر يميل إلى محو الحدود وبنفس الوقت محو المرجعيات محو المرجعيات تبقى هناك مرجعية واحدة هي مرجعية الذات المشكلة أن مرجعية الذات وأول فردانية بين القوسين هي تتشكل بما يطلب من هذا العصر العصر هو يطلب من الناس الاستهلاك إذن مرجعية الذات هي الذات الاستهلاكية هذه السمات نراها موجودة عند كثير من الناس ونراها حتى في وسائل التواصل الاجتماعية بدءا من ثقافة التقاط السيلفي ونشرها بين الناس والإعجاب ومحبة النفس وحب الظهور وصولا إلى ما سماه ألان دونون وهو النظام التفاهة أو انتشار التفاهة هو يقول في نقطة مركزية في كتابه هذا المفكر الكندي يقول أن العالم ليس بحاجة إلى يقول كارلوز زفون في رواية من رواياته يقول لسنا بحاجة إلى قنبلة نووية لكي تدمر العالم وإنما التفاهة التافهون هم سيتكفلون بهذا الأمر هذه الفكرة يبسطها ألان دونون في كتابه نظام التفاهة عندما يتحدث عن أن التفاهة تنتشر في الأنظمة تنتشر في وسائل في وسائل الإعلام تنتشر في مفاصل القرار والمشكلة أن هذه التفاهة لا تقف عندها حد بل تتوسع كل التافهون يبنون شبكات من التفاهة وتصدر هذه التفاهة لتشكل وعي الجيل الجديد هذه ناحية مهمة يجب أن ننظر إليها في نظرتنا لسمات المجتمعات الحالية أو المجتمعات الرقمية وما بعد الرقمية في النهاية هذه النقطة تحتاج إلى توسع أكثر لكن هي ليست نقاط نهائية بكل تأكيد ليست نقاط نهائية لأن العالم ليس مبنيا فقط على مجرد أفكار تحكمه سياسات تحكمه برامج دول تحكمه مسار الاقتصاد وكأن العالم الحالي لم يأخذ لونه النهائي بعد في حالة تغير دائم بسبب ثورة المعلومات المتواصلة يعني إذا ما بنينا على هذا الفكر موضوع جيل بين قوسين التفاهة الذي ينتشر الآن في الغربي والشرق وتعميق مبدأ ذاتية ذاتية الإنسان وحبه لذاته وحب الظهور لأبني عليه سائلا الأستاذ أحمد هل التفاهة إذا ما أقررنا بها الذي يتحدث عنها عدد من الفلاسفة الغربين التي تميز جيل الشباب الغربي الآن هل هذه التفاهة بالضرورة أنها يعني بصحبة انفتاح الحدود وتقلص التباينات الثقافية والهويتية بين المجتمعات هل يعني أنها أزالت النظرية التفوق التقليدية عند الرجل الأبيض بأن الرجل الأبيض متفوق معذرة متفوق وعلى الأمم الأخرى أم أن الأمر بخلاف ذلك وهو ما تكذبه صندوق الاقتراع التي تدفع باليمين المتطرف إلى سدة الحق نعم فيما يخص صندوق الاقتراع أخذها كنقطة لانطلاق منها كفي ملاحظتين مهمتين ملاحظة ترتبط باختيار أوباما كرئيس لأمريكا كأول رئيس من أصول سوداء وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أوباما نجح وكان متخيل أنه لن ينجح في ظل تحالف أقومه بين الشباب الأمريكي وبين المواطنين الأمريكيين من أصول إفريقية ولكن تم اللعب على وطر اليمين والقومية وتم خلال دورتين من عهد التشكيك بأنه يعادي أمريكا وكذا وكذا من وسائل الإعلام اليمينية فجاء ترامب كرد فعل على الاختيار الشبابي الذي تم لأوباما في قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي التحليل لإحصائيات التصويت خاصة بريطانيا أن ما نختاره الخروج كانت الشرائح الأكبر في كبار السن باعتبار أن نحافظ على بريطانيا والملاكية بريطانية وإرثة شيرشيل وكذا وأن الانخراف في الاتحاد الأوروبي يوضيب الهوية بريطانية ويضر بالمصالح بريطانية في حين أن الأجيال الشابة كانت أكثر تصويتا باتجاه البقاء في الاتحاد الأوروبي فهنا نلاحظ أن في بريطانيا وفي أمريكا أن الجيل الشاب كان مع خيار التغيير في أمريكا وكان مع خيار مزيد من الاندماج مع الدول الأخرى في أوروبا في حين أن الأوساط اليمينية والأكبر سنة كانوا مع الخيارات الأكثر قومية والأكثر يمنية فهنا هذا قد يدل أن الاتجاهات الشبابية أو توجهات الشباب نحو الميول الأكثر إنسانوية البعيدة عن نظرية الدولة القومية وتفوق العرق الغربي والنظريات العنصرية لصالح ثقافة يعني قد تكون ثقافة إنسانية أكثر لكن ترامب يعني كثير من داعمي دونالد ترامب اليميني كانوا من فئة الشباب وكان يقوم في خطابه يتوجه في خطابه لفئة الشباب وهذا ربما يعني بشكل أو بأخر أن الشباب الأمريكي بين القوسين ليس بريئا من تباعة العنصرية والانقلاق على الذات يعني هذا نحن نقارن وقع المجتمع بماضي وبتاريخه علما أن هناك حتى الآن من يشكك بفوز يعني جو بايدن على دونالد ترامب هذا الواقع بواقع المجتمع الأمريكي بواقع المجتمع الأمريكي الذي كان أكثر عنصرية الذي كان يرفض للسود أن يدخلهم عديد من المحلات أو أن يجلسوا في وسائل المواصلات بينما هناك أبيض أو كذا وكان فكرة أن يأتي أسود لليمسك يتولى رئاسة أمريكا هذا كان محظور تابه حتى حاليا وزير الدفاع الحالي من هذه الأصول قبل ذلك كونديليزا رئيس كوزيرة خارجية كمستشارة أمن قومي فهناك تغير في هذه الثقافة الجيلية التي في مرحلة من مراحل في القرن 19 أدت لاندلاع حرب أهلية أحد معطيات الحرب الأهلية كانت هذا الصراع حول تحريل عبيد وغيره فأقصد أن كلما زادت تطوير وثقافة الانفتاح كلما نعكس هذا على الوظائف السياسية ترامب كان يحرد أو جاء في موجة تحريد يمينية كبيرة تهدد تصور هذا النمط الديمقراطي أو النمط الأوبامي على أنه تهديد المصالح الأمريكي لكن ترامب لم يكن استثناء في المجتمع الأمريكي ترامب وأنت تعرف أنه قام على قاعدة عريضة من الفلاسفة والكتاب والمفكرين الذين أسسوا لأمريكا جديدة منغلقة على ذاتها أكثر من اندماجها بالأمم الأخرى هذه واحدة والثانية أنت تتابع في الشأن الأمريكي التشديد الكبير الذي يمارس ضد السود من قبل أجهزة الشرطة وهناك كلام كثير على أن أجهزة الشرطة الأمريكية بحاجة إلى إعادة دماء جديدة بعيدة عن الروح العنصرية فيها هذا أنا أطفق فيه مع حضرتك ولكن نحن نقارن هذا بما كان عليه الوضع سابقاً الوضع السابق كان أكثر سوءاً إنما كلما زادت الأجيال الشابة يعني مثلاً في حادثة فوليد عندما كتل فوليد رأينا احتجاجات في أماكن كثيرة جداً في الولايات المتعدة ولم تقتصر على السود فقط فهنا الثقافة الأجيال الجديدة هي أقل عنصرية من الأجيال الأقدم الأجيال الأقدم أكثر تمسكاً بالقومية أكثر تمسكاً بالعنصرية لذلك حتى في أوساط مؤيدي ترامب ومؤيدي خروج بريطانيا متحال الأوروبي كان هذا في الشرائح الأكبر سناً أكثر من الأقل سناً بل حتى لا أخفي حضرك أن الدراسات الإسرائيلية حالياً تتحدث عن تخوفات في الحزب الديمقراطي في أمريكا وفي الأجيال الشابة حتى وسط اليهود الأمريكان في عدم تبني السياسات الإسرائيلية وفي الاعتراض عليها والتحفظ عليها حتى أن ديفيد فريدمان السفير الأمريكي السابق في إسرائيل وهو صهيوني التوجه نشر مذكراته مؤخراً في عام 2022 بيتحدث عن بعض المؤسسات اليهودية في أمريكا ويصف أنها معادية لإسرائيل وأنها تتبنى أجندة اليسار وأن الأجيال هذه لا تدرك المصالح وكذا فهناك حتى في الوسط اليهودي الأمريكي هناك الاتجاه الأكثر سهوني يهاجم الاتجاهات الشبابية التي تقول الفلسطينيين تعرضون لمظالم لابد أن تكون لهم حقوق هناك حقوق إنسان لابد من احترامها فهذا الانحياز ظاهرة تزداد بمرور الوقت لم تكن بهذا الشكل كان الحزبين الديمقراطي الجمهوري موليين للأمريكا بل كان الديمقراطي أكثر ولاءاً لأسف لإسرائيل حالياً هناك شكوى كبيرة جداً من حدوث تغير في هذه التوجهات ترتبط بالتغيرات الجيلية داخل الأجيال الجديدة من الشباب الأمريكي واضح أن أحمد يتبنى مقاربة تقوم على التغيير الإيجابي الذي أحدثته وسائله ثورة المعلومات في العالم لصالح الشباب الغربي وألمح منك من جوابك الأول أنك ربما على الضد منه بشكل أو بآخر وربما هذا يغني الحلقة حقيقة مشكلة الصراع الحضاري التي طرحها صامويل هانتكتون مفاكر السياسي الأمريكي المعروف ونهاية التاريخ نظيره الأمريكي فرانسيس فوكوياما هل ترى أن هذا الانفتاح خفف من غلواء نهاية التاريخ وقضية الصراع الحضاري في الجيل الغربي الجديد وتحديداً الأمريكي والأوروبي لصالح مبادئ السلام والتعايش والانفتاح على الآخر كما ذكر الأستاذ أحمد سأنطلق مما قاله الأستاذ أحمد وهو يرى أن هناك فجوات جيلية هذه الفجوات الجيلية تقوم بعملها أو تقوم بتأثيراتها داخل مفاصل القرار أو كوادر الأحزاب الحاكمة أو الأحزاب السياسية الكبرى في الولايات المتحدة أو في غيرها من الدول لكن أنا من نفس المنطلق هناك نسق عام أكبر يجب أن ننظر إليه وهو أن المجتمعات أو أن المسألة الوعي هي مسألة بين قوسين التحدي واستجابة هناك جدلية مستمرة في هذا الموضوع لو أننا رأينا مثلا الانتخابات الفرنسية الأخيرة وكيف أن أسهم اليمين متطرف صعدت إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية يعني ماري لوبينغ قد وصلت إلى نسبة 48% نعم 48% بينما كان والدها في التسعينات عندما كان منافس لجاك شيراكلم وما لم يصل إلى 13% من مجمل الأصوات فهذه الفترة وصولهم إلى هذه النسبة هذا يعني أن لكن ما دليلك على أن الذي انتخب ماري لوبينغ من فئة الشباب وأنت تعرف أن المجتمعات الأوروبية مجتمعات هارمة مجتمعات ترتفع فيها نسبة الكهولة وكبار السن صحيح هذا عموما في العالم إذا دخلنا إلى موضوع الإحصاءات دول شرق آسيا ودول أوروبا ودول أمريكا نسبة الشباب فيها في انخفاض بينما الشباب العربي ودول إفريقيا ودول الشرق الأوسط نسبة الشباب فيهم في ارتفاع متزايد حتى أن الصين في عام 2015 ربما نزلت نسبة الشباب منها إلى 30 مليون لكن أريد أن أبقى معك في فرنسا حتى أبين فكرتك بما أنك تقر بأن نسبة الشباب تنخفض بالطراض في القارة الأوروبية ومنها فرنسا فهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن يكون الشباب من مؤيدي اليمين مع ماري لوبان وربما هذا الناخب كبير السن صحيح أنا لا أعترض في هذه المسألة لكن أنا أنظر إلى الأمر من سياق عام أن وجود سواء كان الشباب أو غير الشباب لكن هناك وجود توجه يطغى ويتصاعد هذا التوجه بتفاعله مع فكر الشباب مع وجود وسائل التواصل الحديثة هذا التفاعل سيؤدي بنتيجة ما سيؤدي إما لانحصار أفكار اليسار تضعيم بعض عناصر الفكر المتطرف أو على الأقل رسم الحدود الواضحة ربما لا يكون هناك زيادة في نسبة التوجه نحو الليبرالي أو نحو محو الذات أو حتى فكرة السيطرة الغربية على الآخر هي فكرة مركزية هي فكرة مركزية تطبع النسق الغربي جينية نعم هي أصلا حتى إذا رأينا إلى الآن في المناهج الغربية عندما يدرسون الفلسفة هم ينطلقون من مركزية الفلسفة اليونانية ثم بعد ذلك يمرون سريعا على الفلسفة الإسلامية وكيف هي نقلت هذه المراحل ويجعلونها فقط قناة نقل ثم بعد ذلك يظهر الإبداع الأوروبي مرة أخرى عبر ديكار ثم بعد ذلك سلسلة فلسفة النهضة وعصر الأنوار ثم بعد ذلك سلسلة الحداثة وبعد الحداثة لا يكادون يتعرضون إلا بالنادر للتيارات الفكرية الأخرى فهم أصلا يغرسون في أفكارهم وابنائهم ومناهجهم يغرسون فكرة التمييز الأوروبي أو المركزية الغربية وفوق ذلك يعني انتقلنا من مركزية الغرب إلى مركزية الذات والذات هي أصلا ناشئة في إطار أوروبي أو في إطار نسق فكري غربي فهي أيضا تتمركز الذات الغربية على ذاتها هي وتريد محوى العالم لك أن تكون شبيهة بها بطريق العولمة يعني قبل أن تبدأ الفاصل ألخص فكرتك في المحور الأول الذي كان هو محورا تمهيديا قبل الانتقال إلى بعد الفاصل إلى لب الموضوع والحديث عن الشباب العربي بأن ثورة المعلومات غيرت الشباب الغربي لكن نحو التفاهم من دون أن تغير خصائصه الجينية التي تميل إلى الفوقية وحكم العالم ومركزية الرجل الأبيض هل هذا صحيح؟ نعم هذا ما أرمي إليه وهذا يعني ما هو مشاهد في الحقيقة وأنت على الضد في ذلك ربما مع الأستاذ أحمد يعني هناك أوجه للطلاقي يعني طيب ليس الضدية نعم بعد الفاصل نتحدث عن مدى تأثر الشباب العربي بثورة المعلومات التي أحدثت تغييرا في صفوف الشباب العالمي نبحث هذا بعد وقفة قصيرة فلا تذهبوا بعيدا موسيقى حياكم الله ومشاهدين الكرام ما زلنا سويا في الحديث عن الشباب العربي وسماته الجديدة أستاذ أحمد تحدثنا بشكل يعني تقريبا في نوع من الاسترسال حصل في الحديث عن ثورة المعلومات وما أحدثته من خصائص جديدة في الشباب العالمي ووجدنا نوعا من التباين في وجهات النظر بينك وبين الأستاذ عربي أين موقع الشباب العربي من خريطة الشباب العالمي الذهنية والنفسية الآن من طبيعة الحال هناك أوجه تقاطع وهناك أوجه افتراق لاختلاف أوضاع المجتمعات أوجه التقاطع هي التشكك في المعلومات وطلب الأدلة والقرائن عليها عند الشباب العربي كظاهرة عالمية وبالأخص عند الشباب العربي فيما مضى مثلا في عهد المذياء على سبيل المثال لما بقى فيه راديو وكان هناك قدرة مثلا نظام زي هتلر أنه يخاطب ملايين الناس ويزع فيهم أفكار معينة بدون ما يكون فيه تلقي أو ردود فعلي من جانب المتلقيين نعم وكذلك الهمر بعد التلفاز لها كذلك ظاهرة عالمية بعد وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هناك فيه تلاقي ورد فعلي اليوم الشباب في العالم العربي على مواقع التواصل الاجتماعي عندما الشخص يكون رأيه أو يطرح رأيه وتجد تعليقات تعليقات تؤيد تعليقات تعترض تعليقات تطلب دليل فأصبحت مساحة الامتزاج والتداخل والنقاش أعمى أنا أتذكر عندما كنت صغيرا في التسعينات أسمع السياسة بين السائل والمجيب في البي بي سي عندما أريد أن أتعرف على قضية معينة أنتظر معرض الكتاب مرة يعقد مرة في العام كي أشتري بعض الكتب أو تكتب جواب إلى البي بي سي تسأل ما الحزب الفلاني ما تاريخ كذا فيجيبك أظن حسام السكري في السياسة بين السائل والمجيب اليوم أنت على وسائل التواصل الاجتماعي مع أي باحث أو كاتب أو شخصية عامة يمكن أن تدخل إليها لحسابه وتناقشه وتطلب منه دليل فكرة طلب الأدلة وطلب البرهان والتشكك في المعلومات أصبحت ظاهرة تتنامى حتى في أوساط المؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية هناك خلال الأعوام الأخيرة ما يسمى بظاهرة التفنيد المعلومات أو التحقق من صحة المعلومات هذه لم تكن موجودة بهذا الشكل اليوم هناك العديد من الوكالات والمواقع لأن هذه أصبحت ظاهرة موجودة فكرة في الأجيال القديمة هذا حدث أنا أصدق لقد جاء في التلفزيون كأن هذا يعني لم يعد هذا موجود ربما أنت تتحدث عن نخبة من الشباب وليس عن حالة عامة يعني الشباب العربي هناك كثير من ينتقد الشباب العربي أنه يقضي وقته في المسائل الترفيهية في مسائل البحث عن الطرف الآخر إلى آخره وليست في مسائل علمية يعني تنمي العقل وتنمي قدرة محاكة يعني على الأقل بطبيعة الحال كل مجتمع فيه تنوعات فمن يهتم به الجانب العام تسألوا عن السيمة العامة نعم بالجانب العام والجانب السياسي أصبحت هناك قدرة على التواصل والتقاطع والاجتماع طيب من يهتم حتى بالأشياء التي تفيها والأشياء التي لا قيمة لها أيضا أصبح أمامه مساحة للتواصل والتداخل والاطلاع على الخصوصيات لم تكن موجودة في الأجيال السابقة اليوم أي فنانة تقوم بنشر أنها عندما استيقظت من يوم قامت بكذا وهو يعلق عندها كذا بل ربما توجد نوع من أنواع الصدقات تتشكل من خلال هذه الوسائل حتى يعني في ظاهرة الأبعاد الاجتماعية الزواج كان الناس يتعرفون بشكل تقليدي من خلال المعارف الأسرية من خلال أنماط العمل اليوم نجد هناك حالات زواج تتشكل من خلال الصدقات على الفيسبوك أو التعرف من خلالها بل حتى هناك مجموعات وهناك صفح مخصصة لهذا الأمر فأنا أقصد أن مساحات النخب المهمة والتي تصنع التغيير فيما يخص هذه النخب النخب القدرة على توصيل رسالتها والانفتاح على العدد أكبر من الجماهير أصبح أكبر وأصبحت أكثر تأثيرا اليوم يعني في من 20 سنة فكرة صناعة فضائية قناة فضائية كان أمر حكري على مجموعات محدودة فقط كانت هذا يخص الدول في عالمنا العربي اليوم يمكن لفرض على اليوتيوب أن يقوم بعمل برنامج يشاهده ملايين الناس أكثر من الفضائيات فهنا القدرة على تلقي المعلومات التشكك فيها سماع وجهات نظر متفاوتة حتى وإن كان هذا فيه مشاكل أو كان أنه يساهم في تطوير حالة النقاش السياسي والجدل وفي ظن أنه يساهم بمرور الوقت في رفع مساحة الوعي لم تكن الأجيال السابقة أكثر واعيا وأكثر كذا ثم حصل انخفاض يعني ظن هذه المساحة يمكن استثمارها البعض يحاول دفعها لاتجاهات الأكثر كما يقول أستاذنا عرابي الأكثر تفاهى والأكثر كذا ولكن هذه المساحة التدافع متاحة لي والأخرين هذه النقطة التي تحدثت عنها وأنا طبعا أنا لا أخليفك على طول الخط وإنما دائما أحاول أن أنقل وجهات النظر الأخرى حتى تستبين الفكرة يعني هذا ربما من ينقد هذا الكلام من باب أن الشعوب العربية ربما تدغدغها العاطفة وهذا يتعارض مع الوعي بدليل أن دولة مثل تونس الآن جاءها رئيس خاطب الروحانيات فجرى انتخابه وحظي بشعبية كبيرة الآن يتحول المشهد إلى حكم أتقراطي حكم شمولي هنا أنتقل لأسأل الأستاذ عرابي يعني إلى أي مدى تسربت السمات العامة للشباب العالمي التي تحدثنا عنها في الفاصل الأول إلى الشباب العربي ودعني أقول لك هل ما تحدثت عنه في مسألة التفاهة التي انتشرت في الشباب الغربي اليوم هل ينطبق الأمر ذاته على الشباب العربي يعني كلام الأستاذ جدا متقاطع مع الرؤية التي أنطلق منها لكن المشكلة هي أنها مساحة تدافع هي مساحة تدافع والفكرة أن القاعدة الكبرى هي من هذا الاتجاه أما القاعدة النخبة فهي فعلا هي تحاول استفادة وممكنت من أدوات ربما لم تمكن لكثير من المفكرين في السابق الآن نعودة إلى سؤالكم أستاذنا الكريم هل السمات هي تسربت إلى العالم العربي وشباب العالم العربي وأن هل هناك نفس القصائص نعم هذا حتى نراه في مختلف المجالات سواء مثلا لننظر إلى مثلا برنامج تيك توك ربما ما يزيد نعم ما يزيد عن ملايين الدقائق يوميا تبث ربما لا تجد منها الساعات القليلة مما يكون هو محتوى صادق ونظر حتى إلى المحتويات العربية هي أيضا في نفس المستوى لننظر حتى إلى البرامج العلمية لنأخذ حتى البرامج العلمية التي تنشر على اليوتيوب وكذا البرنامج الذي له الشعبية وله المتابعة الأكثر تجده هو البرنامج الذي يعتمد الإضحاك يعتمد التبسيط البعيد حتى الشخصيات في وسائل تواصل المجتمعي تماما حتى أنا أستذكر هنا أمبرتو إيكو يعني هو يقول أن الفيلسوف الإيطالي معروف يقول أن أوقف الحمقة عن استخدام هذه المنابر يعني صار مساواة بين الحمقة وبين من نال جائزة نوبل وبالعكس هذا ربما يسمع له أكثر مما يسمع لذلك الشخص هذه السما هي أحد أهم السماة التي نراها في العالم الغربي وعلى فكرة هناك كثير من أنا أريد أن نبقى في هذا المحور لو أذنتم مع الشباب العربي تحديدا انتهى حصة الشباب الغربي يعني أنت ترى أن هذه التفاهة تسربت حتى في صفوف الشباب العربي متأثرا بثورة المعلومات متأثرا بثورة المعلومات عموما هناك نظرية تقول أن العقل البشري يعمل بشكل متقارب عندما تكون هناك ظروف موجهة واحدة كثير من الناس يميلون إلى خيارات معينة متشابهة مظاهر هذه التفاهة في الشباب العربي وهذا على ذمتك طبعا نعم انظر مثلا إلى أكثر القنوات في اليوتيوب متابعة مثلا عندما يكون هناك القنوات اليوميات ما صار يعرف باسم القنوات اليوميات إنسان يعرض حياته اليومية هو وزوجته انظروا كيف أكلنا انظروا كيف شربنا انظروا كيف كشفت عن جنين الولد أو كذا إلى آخره وتصرف في ذلك الأموار الطائلة لكن المجتمع العربي معبأ بالمآسي والأحزان ربما من يقول لك بأنه لا بأس بأن يرفع عن نفسه ويتطلع على حياة ويوميات الناس من باب الترفيه فماذا يمكن أن يقال جوابا على هذا الاتراض؟ تماما هي صناعة الترفيه هي صناعة موجهة للناس وعموم الناس يميلون للترفيه يعني ربما تجد إنسان تحت القصف وهو يشاهد مباراة وهذا رأيناه حقيقة هو يشاهد مباراة أو ربما يشاهد مباراة ملاكمة أو مباراة مصرعة أو أي شيء الترفيه هو شيء مغروس في نفس الإنسان وشركات الترفيه لكن نوعية الترفيه أنت تتحدث نعم نوعية الترفيه المشكلة أن الناس تميل إلى نوع من أنواع الترفيه التي لا يوجد فيها أي قيمة ولا أي مغزة وإنما هي سمة من سمات هذا العصر الحدود الإدراكية تكاد تنمحي بين الناس السبب هو يعني تمام هنا هنا نعود إلى المشكلة الأساسية وأن هذه الفجوة الجيلية عند شبابنا يعني سماتهم مختلفة تماما عن سمات الجيل السابق هو ضعيف في وعيه عموما هناك ضعف كبير في الوعي هناك مشكلات كثيرة تؤزم الشباب العربي سواء كانت مشكلات أمنية أو مشكلات بطالة أو مشكلات اقتصاد أو حتى مشكلات فكرية يعني أو مشكلة الهوية والانتماء واللغة هذه المشكلات ضع عدم وجود حلها وعيش الإنسان في أزمة كبيرة داخل هذه المشكلات ثم انفتاحه على كل ما هب ودب وتقديم التفاهة وتقديم هذا الترفيه بكل قوتي بكل الضخ الأعلامي الموجود في العالم بكل تأكيد سوف تنمحي كثير من الحدود عند الشباب في هذا الاتر أريد أن أنتقل إلى بعد آخر إلى مستوى آخر فيه بعد فكري أستاذ أحمد يعني عندما قال مارشيل مكلهان الصحفي الكندي قولته الشهيرة بأن العالم صار قرية كوكبية أو قرية صغيرة أو قرية عالمية يعني قصد ربما البعد الإيجابي أو الجانب الإيجابي بأن هناك انفتاح زوال الحدود التدفق البضاء بين الأمم والشعوب وانفتاح الثقافات على بعضها لكن غاب الجانب السلبي وهو أن المادية التي حكمت المنطق الغربي منطق الحياة الغربية تسربت إلى المجتمعات العربية على حساب الروحانيات والعواطف التي كانت تحكم منطق العلاقة بين الشباب العربي هل ترى الأمر على هذا النحو؟ يعني كلام حضرك يعني إذا طبعا قوي وله اعتبار وظنني أن الجزء كبير منه بيرتوت بالحالة العامة في عالمنا العربي بمعنى أن بعد ثورات ربيع العربي في ظل وجود مساحة من الأمل كان الشباب أكثر جدية أكثر تسييسا أكثر احتكاكا بالشأن العام أكثر نشاطا في المبادرات العامة أنا أتذكر في مصر كان يعني بعد الثورة أزور بعض المدن أجد مجموعة من الشباب تقوم بتنظيف محطة الكطار وبالرسم عليها وبتجملها تقوم بتنظيف المدينة وأسوارها كانت هناك مبادرات الشباب يشعر أن هناك أمل وبالتالي هذا يحفز طاقة الفعل الإيجابي له في أمور جدة بل حتى يعني كثر من الشباب تخلوا عن بعض الأشياء التي كانوا يتابعوها من بعض مسلسلات وكذا ويهتموا بالواقع أنا أرى أن جزء من ما يستنزف طاقة الشباب في الأمور غير الجدة هي جزء يرتبط بالهروب من الواقع من المعاناة التي يحياها السياسية والاقتصادية وكذا فيتابع شيء ترفيه كي يعني يخفف عن نفسه وينسى مأساته بعيدا عن الترفيه فما أقصد في هذا الجانب أن الواقع الموجود يفرد نفسه طبعا عندما جاءت موجة الثورات المضادة وعادت الأنظمة أو أشكال أكثر استبدادا بدأ الشباب يتاجه ناحية هذه المساحات التي قد لا تسبب له مشاكل أمنية التي تعفي من ضريبة دخول السجن وما شابه وبالتالي نجد أن الاهتمامات أصبحت أقل جدية أو على الأقل البعض يظهر اهتمامات غير جدية في حين أنه يهتم بشكل جد نحيان بعض الناس في الفيسبوك عندما تحصل نقاشات أجد يعني مستوى من الثقافة والوعي لا يظهر في منشوراته طبعا لماذا هو يخشى أن يكتب شيئا جدا أو أن يبدي اهتمامات جد فيكون له لذلك تبعات عليه لذلك يظهر أنه شخص يهتم بالتفهات وغير جد وكذا في حين أنه يتألم من الداخل على الواقع الموجود فهذا يعني الواقع العام في بلدنا مختلف عن الواقع الغربي لذلك حتى يعني في بعض القضايا التي يرد تصدرها لمنطقتنا أو يتصدر مساء التواصل الاجتماعي هي لا تمثل معاناة أو هي ليست هذه المشكلة الأساسية زي قضايا الأسرة أو الشزوز والأسر زواج الشواذ هذه ليست قضاية مجتمعتنا ولا الأزمة التي تعيق تطور المجتمعات ومع ذلك صارت قضايا متروحة على جدول الناس تخصص لها فضائيات وتخصص لها كتوب وتخصص لها دراسات طيب يعني هو لديق الوقت يعني أنا مضطر أن أطلب من ضيفية الكريمين أن نحاول أن نجمل الإجابة في قضية ننتقل إلى موضوع الحديث عن ثقافة العمل لدى شبابنا الشباب العربي في وقتنا هذا في الدولة الريعية كما هو معلوم لديكما أن كانت الدولة تتكفل بتوظيف المجتمع فيما كان يسمى البطالة المقنعة لذلك كان الشباب يتزحمون على الوظائف الحكومية بحثا عن الأمان الوظيفي والأمان المعيشي بعد ثورة المعلومات ونمو الفردية إلى أي مدى حصل نوع من التغيير في ذهنية الشباب العربي فيما يتصد بهذه الجزئية جزئية العمل تماما الآن سوف أريد أن أقارب هذا الموضوع من نوعا ما نظرة أكثر شمولية الوجود الشباب في عصر العولمة وعصر الرقمي وضعف إمكانات العمل اليدوية أو إمكانات العمل الجهد العضلي وظهور بدائر مباشرة مثل صناعة الترفيه وبين القوسين صناعة التفاهة في مجملها هذا دفع كثير من الشباب إلى العمل في هذا المجال لكن هناك مجالات أخرى نرى ضعفا كبيرا فيها والسبب هو سياسة التعليم السياسة التعليمية التي تلقاها الشباب لا تحث بشكل كبير جدا على العمل مثلا لو قررنا أن الشباب العربي نسبة الشباب العربي الذي يتجه نحو قطاع البرمجة مع الشباب الهندي الذي هو أصلا يشكل قطاع البرمجة في الهند ما يوازي 8% من الناتج القومي للهند وانتقل نقلة كبيرة جدا إلى أنه كان مثلا في الدولة السابعة والثامنة قبل 20 سنة في القطاع البرمجة والآن الهند هي الدولة الأولى عالميا في مجال التعهيد أكثر من 60% من مقاولات القطاع البرمجي يقوم بها ببرمجون وشركات هندية لو قررنا هذا الأمر بالشباب العربي فسنرى أن الشباب العربي مازال عنده ضعف كبير جدا في موضوع التوظيف التكنولوجيا في قطاع العمل وهذا يعود كما قلت لك إلى مشاكل هي أساسها في مشكلة الوعي نحن نحتاج إلى عادة بناء الوعي تملك الشاب العربي أدوات الوعي المعرفية العلوم الإنسانية توسيع نطاق الأفق للشباب العربي في أهمية التكنولوجيا كيف توظف التكنولوجيا في نهوض المجتمعات كل هذه الأمور هي غائبة حتى كما قلت لك تسليط الضوء عليها إعلاميا وعبر وسائل التواصل وعبر حتى البرامج التي هي متاحة بين يدي الناس وترتفع إلى أعلى نسب المشاهدات تسليط الضوء عليها قليل ولذلك نحن بحاجة إلى عادة بناء الوعي هذا أمر مهم جدا طيب عندما تتحدث مؤسسات أمريكية كبيرة عن أن الشباب الجديد الآن يميلوا إلى المغامرة البحث دائما عن وظيفة جديدة تطوير الذات عدم الاهتمام بنقاط الضعف وإنما التركيز على مواطن القوة الرغبة والميل في العمل ضمن مؤسسات تحمل رسالة يكون العمل ذا مغزة هذه القضايا هل انسحبت على الشباب العربي اليوم برأيك؟ بشكل جزئي حسب كل دولة وطبيعة الواقع الموجود فيها بمعنى أن الدول التي فيها منظومة منفتحة وحرة تسمح بهذه الصفات أن تكون موجودة بينما في الدول المنغالقة التي تحكم أنظمة استدادية هذا يقتل الكفاءات ويقتل الإبداع ويقتل الحس المبادرة بل نجد فيها أن أغلب الشباب يميل إلى الهجرة إلى الدول الغربية وإلى أوروبا وإلى ترك بلده حتى بركوب البحر المتوسط والتعرض إلى مغامرة لأنه لا يجد أمل أو فرصة وعدة في بلده فبالتالي البلاد التي تحكم هذه المنظومات شبابها يفكر في الهجرة وتزداد هذه الظاهرة طيب البلاد التي فيها نوع من الانفتاح السياسي عربيا عربية ربما توجد فيها مثل هذه مثل؟ هل في دول عربية مفتحة سياسية؟ يعني توجد بنسبة من النسب يعني ممكن تتفاوت تتفاوت الأمور مثل؟ يعني أنا لو في الأسوأ يحتاجوا الأمر للتفكير نعم في الأسوأ هتكلم مثلا سوريا مصر العراق نعم فيها استداد يعني أصلي هذا أسوأ وضع الشباب يفكر في الهجرة الانفتاح النسبي كان في مرحلة ومراحل في تونس قبل التغير الموجود كان هناك نوع من أنواع الاستقرار لكن هذه مرحلة بسيطة لا يؤمن عليها يعني أنا أتحدث عن المزاج الجديد يعني في أمريكا مثلا في أوروبا في الصين تجد شبابا متوثبا يبحث عن الفرص العمل الجديدة يبحث عن المغامرة يرفض أن يربط نفسه بوظيفة تؤطر حياته كلها هذا إلى أي مدى يمكن أن نجده في صفوف الشباب العربي أم أن النظام السياسي العام هو الذي يحكم منطق التفكير عند الشباب في ثقافة العمل النظام السياسي بيوجد بيئة هي تقتل هذه الفرص يعني عندما يفكر الإنسان في القيام بعمل استثمار وشركة وكذا وكذا ويفكر أن ينتقل لها ثم فجأة يتم إغلاق هذه الشركة ومصدرة أموالها أو القبضة على صاحبها فهذا عندما ترى هذه الحالة تتكرر مرة وعشرين وإمتين وألف لا تفكر أن تترك وظيفة أنت فيها لاتجاه آخر تكون الوظيفة الحكومية لدى أعداد أكبر هي تمثل نوع من أنواع الأمان الوظيفي مقابل المجهول يعني دائما تتغير القوانين تتغير التشعر وبالأخص في الحالة المصرية نعم هنا أمام مطب كبير يعني الدولة في الدول العربية لم تعد ريعية الآن تتجه إلى تحرير الاقتصاد وإلى يعني رفع كاهل الدعم عن ميزانية الدولة هي لا تقوم بتحريره في سياق تفعيل القطاع الخاص إنما تقوم بمنحه لشركات تبع للدولة ولكن بشكل كلمة عن التجربة المصرية ما هي الشركات التي تخوز المشروعات إذا ما كان الأمو كذلك والشباب ما زال يحتفظ بثقافة الاتكالية أنه يتجه إلى وظيفة الحكومية هذا يعني أن واقع العمل في المجتمعات العربية وخصوصا في فئة الشباب واقع خطر لا ينبئ بصورة طيبة في المستقبل نعم حضاك يعني أنا في ظن هناك ظاهرتين في ظاهرة العمل الأجبع بعمل السخرة بمعنى يعني لو تكلمت عن التجربة المصرية أنك تعمل ساعات طويلة بأجر منخفض يعني بالأمس يعني قرأت أن هناك استقالات متزايدة في الشرطة الإسرائيلية بسبب تدني الرواتب ما هو الراتب المتدني؟ 6700 شكل في الشهر يعني قرابة ما يزين على الـ 2000 دولار أو قرابة الـ 2000 دولار فيتركوه هذا المبلغ خرافي بالنسبة لمصر عندما يعمل طبيب مقابل 2000 جنيه أو 3000 جنيه فهذا أنت تطلب منه عمل كبير بمقابل قليل هذا يقتل فيه الرغبة في التنقل ولا يجد الفرص لذلك نجد هجرة اتجاه الغرب اللي عمل فيه الأماكن الغربية صارت الفكرة الواضحة أرجو مع ذرة أستاذ أحمد أدركنا الوقت أخذ مع الأستاذ عرابي يعني الآن كانت مقولة في الوطن العربي كانت مقولة التعليم الجامعي يطعم خبزا ويؤمن عيشا وبراتب مرموك ربما الآن لم تعود لها قيمة بدليل ما نشاهده من كثير من الشباب المتعلم الجامعي الذي يمتهن حرفة يدوية هل يمكن القول أن المجتمعات العربية تعود إلى الوراء فيما يتعلق بثقافة العمل بمعنى العودة إلى الحرف اليدوية والمهن اليدوية مع التعلم ربما هذه الظاهرة هي دليل على فشل سياسة التعليم أكثر مما كونها أن الناس يفضلون العودة إلى سياسة الحرف اليدوية سياسات التعليم عندنا لا تربط العمل والمناهج التعليمية بأسواق العمل إنما هي تعطيهم مناهج نظرية وبعد ذلك تتركهم إذهبوا ودبروا روسكم في النهاية هذا هي سياسة الدول العربية ولذلك الناس الذين لا يمتلكون أدوات التكنولوجيا أو أدوات أو علاقات تمكنهم من إيجاد فرص عمل معينة هم سيبقون إما في إطار الوظائف وإما في إطار العمل الجهد البدني وإما في إطار أن يذهب ويبدأ بتطوير مهاراته ويدخل في القطاعات الناشئة لكن حتى الاتجاه إلى المهن اليدوية يعكس نوعا من الفكر الإيجابي لدى الشباب بأنه يقدم على الشيء صحيح أنا حتى ربما أذكر مثلا هناك أستاذ كان لديه شهادة الدكتورة ورسالته كانت مطبوعة وكذا جاء أحد الباحثين في سأل عنه فدلوا إليه فذهب وجده ويعمل في مغسل السيارات ورسالته الدكتورات جدا مهمة في حق المنح وقل الفكرية على كل حال هذا الأمر يغرس ثقافة إيجابية ولكن هل هذا هو ما ينتظر من نخبة أكاديمية أو ينتظر من إنسان تلقى علم جامعي أو شهادة جامعية مرموقة هل هذا هو المنتظر منه أن يذهب ويعمل أي عمل لا ليس هذا المنتظر المنتظر أن يطور من أدواته بداية أن يطور الإنسان من أدواته وقبل ذلك أن تكون مناهج التعليم تربط التعليم دائما بأسواق العمل ولا يلامه في ذلك وإنما الإطار العام للدولة والمجتمع أشكركم شكرا جزيلا ختاما مشاهدين الكرام أشكرا ضيفية الكريمين أحمد مولانا الباحث في منتدى العاصمة للدراسات السياسية والمجتمعية وعرابي عرابي الباحث في الفلسفة كان معي في الاستوديو والشكر الأكبر وصول لحضراتكم على كامل المتابعة في حراسة الله اشتركوا في القناة